من نقل بالطبيقات كثير من الناس تحسنوه قال لك الله يا اودي هذا الخير دي المولانا تقالس مع رأساتك في الدار كانت تشتاكر عدك انت في وضعية ماشية انت مريضك انت صحيح دخل التليفون ديالك الابليكاسيون الشيفوري يكتلبه بالدار قاعدوا كماليد الطنبلة تشافر ديالك خلصهم يقدموا لك الخدمة ممتازة ولكن واحدين اخرين ممتازة تقسيات صغيرة ونقوم بالمجال الحضاري لكي لا نتحوه ممتازة تقسيات صغيرة قال لك ازيد الله لا يمكن ان يأتيوا ويزحمون في الخبز ديالنا لا يمكن ان تقسيات هذه الخدمات ديالنا ونضعون قانونيا ونضعونها بين قوسين ونعرفون على ما وضعناها بين قوسين لا يمكن ان يأتيوا وحدين اخرين ونأتيوا وحدين اخرين لديهم لا رخصة لا يمكن ان يعملوا قانونيا ويأتيوا وبدأوا يزحمونها لا يمكن ان يعملوا قانونيا ونحن نعملوا قانونيا وهنا رغضين ننتيه ونحلوا ما هو المفهوم القواعد القانونية ونحن نحديها في هذا الباب ونحن نرى بعدها إلى أي حد هناك قانونية في الاشتغال الطاكسيات نتكلم عن الروح القانون الذي فيه مفهوم الحق ومفهوم العادلة هذه الأخوان والأخوات الطاكسيات مع التحية الكبيرة لهم يضربوا تمارا يقيلوا نهار كلهم يتجاراوا يتجاراوا على رأسهم ولكن يتجاراوا على وحدين اخرين وهنا تصبحوا على القضية القانون يتم تجاراوا على وحدين اخرين الذين لديهم مأدونية habían أكريمو عندهم واحدة لمأدونية عنتهم يدخلوا وحدين اخرين ومخرجوا مرياحين في الدار والفلوس الداخل أعني هذا مغاربة فوق المغاربة هذا الالث تجاراوا مؤدينيات لديهم كيران، الكاميونات، الطاكسية الصغيرة، كبيرة لا سننحضر عن مقالع الرخام، الرمال، أحجار ولا سننحضر عن الصيد في أعالي البحار ولا سننحضر عن غليظ، ولا سننحضر عن الصغير، ولا سننحضر عن النقل ونعرف أن مالين هذا الناس سيكرهني ولكن دائما نقول دائما أن نقوم بك إعلامي لأنه يجب أن نقوم به. فهذا الناس الذين لديه لزا غريمو نحن من المغاربة فوق المغاربة ونحن من المغاربة فهو مريح مع رأساته وعنده لغريمو تدخل علي المال. ويوجوج وعشرق ويضخل الملايين وهو مريح. ويجب أن يأتي بأمان في موضوع لا نتجح عليه. ومرة نقوم موضوع لزا غريمو على هاد المغاربة اللي حسن من المغاربة علش بالضبط هما عنده مدل امتياز علش انت كتخدم حيات كلها وكتضرب تاميرا والشهر كله انت كتفيقو كتنعسو كتدمرو كتتمحن باش في النهاية ديال الشهر كتاخدوا واحد الراتب وواحد الصالغ وواحد قلص في الضار عنده واحد لاقريمو وعطاه هالو شي حد كيصور بها الملين ومرايح مع رأساته وانت ضرب تاميرا مغاربة فوق المغاربة هاد بوحدها فقلت اذا هاد ملين الطاكسيات وانتعرفوا لماذا نقشوا وضعهم بهذا الشكل لا تتقلقوا هاد ملين الطاكسيات ستعرفوا انه هاد شي في صالحكم هاد ملين الطاكسيات يضربوا تاميرا ويتمحنوا النهار كله خصو يخلص المزود خصو يخرج فلوس الكرة ديال الطنوبيل اللي غد يعطي المل لاغريمو ويتخصو يشيط له هو باش يعيشوا باش يعيش الناس اللي تحت الرعاية دياله ومع ذلك ما قابلين شهد القضية ديالي يجيوا وحدين اخرين ويخدموه بالتطبيقات حيث هم في الاصل ما فكروش انهم هم نفسهم يمكن يتحرم العبودية ديال المل لاغريمو ويصبحوك يشتغلو بواسطة التطبيقات علش الله شيء اللي يجعل الإنسان فكرة مزيان وخمام يقول ليك هذا البركاج اللي كنشوفوه هذه المحاربة ديال المل لانتطبيقات اللي كيدفعها من الخلف ولي في مصلحته ما يكونوش مل لانتطبيقات هم مل لازاقريمو أما الشيفر شيفور شيفور كتضل كتصوق كتضل كتصوق في عواد ما تعطيه 300 درهم 400 درهم أو 500 على حساب ما تفهم عليهم عامو لاغريمو وما تعطيه ما هي ربحين انتا واخرج خدمتها أنتا خرج طنابي الكريدي أو كريد طنابي وخدم بها شكرا